الهداية لا بد أن يكون داخلا وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله التفي جيدا احنا استدللنا بهذه الآية المباركة خلي ذي انكم يمي هذه الآية المباركة من أهم الأدلة على عصمة الأنبياء لأن الآية المباركة قالت الله هديناهم إلى صراط مستقيم والله إذا هداهم إلى صراط مستقيم يتخلف تتخلف هداية أو لا تتخلف إن الله بالغ أمره هو أراد ماذا أن يهديهم إلى صراط مستقيم والله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قد فإذا كانوا على الصراط المستقيم بعد هؤلاء يوجد عندهم ذنب ومعصية أو لا يوجد لا معنى لأنه ولهذا نحن في كتاب عصمة الأنبياء واحدة من أهم أدلتنا لإثبات عصمة الأنبياء المطلقة هذه الآية المباركة من سورة الأنعام قال ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده كل واحد قل ما نعطي إحنا هذا النوع من الهداية الله إجقد الآية واضحة إجقد صريحة تتصورون نحن كل من كل من نعطيه هذه الهداية لا إلهي إله عدل من تعطيه قال لمن وجدنا أنه طالب لها حقيقة ووجدنا أنه يريدها حقيقة من يشاء من يشاء قال يهدي من يشاء من عباده الذين أرادوا الهداية لأنفسهم وإلا إذا لم يريدوا نعطيهم الهداية أو لا نعطيهم لا نعطيهم لأن الله سبحانه وتعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها كل بحسب استعداده القرآن الكريم صريح يقول كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا بإذن سنانيا بة